السلام عليكم جماعات الباكج أسبر كيفوزالي بيان في هاد الفيديو رايح نجاوب على أكبر عدد ممكن من التعليقات اللي رايح توصلني من طرفيكم أول تعليق وصلنا اللي وصلنا بعدد كبير وهائل وهو هل نروح نفوت لباك بلان ولا لا بس كما عنديش الوقت ولا راني انغطاق أس كنروح ولا لا شوفوا جماعة أنا نصيحة من عندي روحو فوتو لباك بلان تعكم بس كالباك بلان يعاونك بزاف باش تشوف النقائس اللي عندك باش تشوف المستوى تاعك هل راك متمكن هل راك شوية فهذا كلباك بلان ما يغيبين حسبش في الباك ولكن يعاونك بزاف باش تشوف النقائس بزاف تاعت تلاميذ نعرفهم أنا شخصيا كانوا حاسبين في العام باللي يقدروا يجيبوا ينطخيبون مواين يعني يقدروا يجيبوا حتى ديدويت اي ديدنوف مادة معينة حسب روحو متمكن فيها ولكن كي يروح للباك يلقى روحة جيب فيها خمسة ستة سيغضاء دونك هادك تلميذ يقام مشوكي يقول لك أنا نفهم مليح هاد المادة كيفاش ما جبتش فيها مليح فالجواب بكل بساطة انك انت كنت حاسب روحك متمكن فيها ولكن للأسف ما كوتش متمكن داكار فهاد اللي باك بلان يعانكم بل بزاف جماعة لازم تروحو وتفوتوه وإذا شفت نفسك مخدمتش مليح في مادة معينة ولا هادك معناها كلازم تعاود تدير بلوس ديفور بلوس دبخاتيك بلوس ديكزرسيس داكار باش شوية تتحسن فيها داكار هذا السؤال الأول السؤال الثاني السؤال را يتكرر بزاف بلوس ديكزرسيس يخطوه اليوم الأول تعلو باك بلان بزاف تلا ما يدخلوه يشكوه في التعليقات قال لك أنا اليوم ما خدمتش مليح راني دايز إسبيغي راني فقدت الأمل كنت حاسب روحي خدمت مليح وفي النهاية ما خدمتش وش هو الحل شوفوا جماعة كم جيدي مانتونو مليح انك تختبر المستوى باش شوف روحك وين راك حابس وين راك ناقص وين راك كل مادة ما تخدمش فيها ولا تحس روحك ناقص فيها ولا ما خدمتش مليح في الباك بلان هديك لازم بعد الباك بلان ان شاء الله بعد هاد الأسبوع تبدأ فيها مزيرو وتشوف قاعة النقائص الي عندك وتتعلم من الأخطاء انتاعك مثلا جاكانيك زيخسيس في التاريخ ولا في الجغرافيا ولا في الماط ولا هدك لك زيخسيس في الباك بلان ما عرفتش تحله ففي هاد الحالة معناها ك لازم تعود تروح تحله هذا كالإجزرسيس اللي دارهولك في الإجزامة وان بغاليل تروح تحل تمارين أخرى تشبه له داكار باش كي ان كاي جيك في الباك ان إجزرسيس بغي ما تحصلش كما هاد الحصلات على الباك بلان داكار سؤال الثالث وقتاش يردونا لريزولتا أسكو يقبلنا الباك ولا مور الباك تعالي لباك بلان ثم جمعا متحوسوش على لباك بلان خلاص ثم فوتوا لباك شفتوا المستوى تعاكم بوان في نال داكار فالحاجة اللي نسحكم بها جمعا أنه لازم دايما انسى النقطة انسى العلامة انتركز على لباك انتعك أنا البيت التاعي بخنسيبال سيباك أما لباك بلان سيجوست باش نزيد نحسن بالمستوى سيطو جنرال المؤسسات جنرال مايردوش لموين ومايردوش النقاط حتى لأبخي لباك لكن كان بعض المؤسسات اللي ويقدر يرد لك النقطة تعاك ولموين تعاك قبل لباك لكن تواما متحوسوش عليها بسك بلك المورال يزيد يطيح ولا تواما الفرنسية أونلاين جماعة دايما راني نحط لكم الرقمن تعنا تع الواتساب وتع التليغرام في التعليقات دونك تواصلوا معنا في واتساب أو في تليغرام هاد الدورة بإذن الله راح تكون لـ 27 و28 راح تكون حساس المباشرة أما تلاميذ اللي سجلوا هاد اليامات احنا دايما كي تلمي دات سجل ندخلوها دون زين جروب دوري ريفيزيون جنرال دونك في هاد لغروب دوري ريفيزيون احنا يوميا راني نحطو أنا شخصيا راني ندير دفيديو نشرح فيهم دوروس نشرح فيهم قواعد نشرح فيهم دي 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 نعطيهم تمارين تطبيقية مع حلها هذا لتحسين المستوى تعل التلاميذ في مادة الفرنسية إضافة إلى غاية يوم الدورة الـ 26 اللي تكون دورة مباشرة في جوجل ميت دونك السعر تعد دورة هو 80 فقط دونك ولي البنات اللي التسجيل توصلوا معنا كما قلت لكم في واتساب أو تلي سؤال الخامس اللي بزاف تعد تلاميذ رامي سألوه أستاذ أنا لقيت روحي ما لغير أنا كملت كل شي ولكن لقيت روحي متأخرة ولا لقيت روحي ما حافظاش نسيت دورو ستع الفصل الأول ولا الفصل الثاني هدي سيتوتا في نغمال جماعة ما عليش لنسيتو لكن يجب غي اكتيفي لاميمواغ لازم تأكتيفي العقل لنتعك الذاكير لنتعك كيفش نأكتيفيها بالتكرار أي درس شفت روحي ناقص فيه ولا نسيته ولا كما مواد الحفظ دونك هدك نعود نروح نكره ومدى بكم جماعة مدى ما باقي لكم شو بزاف الوقت زيدوا لخصوا هديك الملخصات عشرين ورقة خمستاش ورقة هدوك بزاف جماعة كي يقرب الباقي وجي تراجحهم تلقى روحك أمام كوما من الأوراق ما راحش تقدر تراجع كل شي دونك مدى ما زال عندكم شوية وقت خاصة التلاميذ اللي راوم أفنسيا في الغيفيزيون متوما لازم تنقصوا هدوك الملخصات تلخص الملخص داكور يعني رجع مدى التاريخ رجعها في عشرة أوراق ماكسيموم إذا قدرت أقل مدى بيك الجغرافية نفس الشي التربية إسلامية إذا لخصتها في عشرة أوراق ولا تسعة ولا تسمن ياسيم داكور بس كثرت الأوراق راح تخلطكم خاصة مع اقتراب الباكالوري مواد الفهم الآن نتكلموا عليهم بس كو التلاميذ كذلك ومشكوا من مواد الفهم قال لك أنا مواد الفهم حافظ القواعد باريزامل كيما الفرانسي كيما الانجلي كيما المات كيما سيونس حافظ القاعدة حافظ الفيزيك القاعدة هذه القاعدة الفلانية ولكن ما نعرفش نطبقها هنا لازم لكم جماعة تطبيق كيفية التطبيق من خلال حل التمارين من خلال حل الموادع والموادع المقترحة هذه أهم حاجة لأن هذه المواد دايما نقول لكم ونأكد أنها مواد تطبيقية داكور كيما قولوا داي ماتيار بخاتيك سنسان باي ماتيار تيوريك ألو جماعة قدرت اليوم نحاول قدر المستطاع أن نجاوب على أكبر عدد من الرسائل وإن شاء الله في فيديو آخر رايح نجاوب على على أسئلة أخرى بإذن الله كنت من لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم